ألا تشعرون بأنكم ربما تستفزون البعض المسلمين مرة أخرى عن اليوم الأظهر ندد بهذا الغلاف هل كان بالنسبة لكم مهم أن يكون النقد موجهة أو الكاريكاتور الساخر يكون فيه النبي محمد يجب أن أذكر وكيف ننسى أننا وضعنا 12 جتة على الطاولة وهذا لأننا رسمنا النبي محمد بشكل ساخر في الماضي يجب أن أقول أن النبي محمد ليس في صميم اهتمامات شرلي إبدو ولا الدين الإسلامي نحن كجريدة ساخرة نحن في صميم تقليد فرنسي قديم وعريق هو الصحافة الساخرة الصحافة الساخرة مهمتها أن تسخر من كل المقدسات وأن تسخر من كل ما هو دغمائي فبالتالي نحن لا نرى الفرق بين أن نرسم ساركوزي أو البابا أو أنفسنا أو زملاءنا أو الأنبياء أو الله يعني هذه ليست إلا رسوم ليست إلا رسوم يعني ليست إلا رسوم ساخرة وبالتالي أعتقد أن من يتكلم عن استفزازنا للمسلمين يجب أن يفهم أن هناك جريمة ارتكبت في حقنا بإسم الإسلام وجريمة باشعة وشنعاء يعني لا يمكن حتى أن نفكر في مدى بربريتها وهمجيتها ترجمة نانسي قنقر